اهلا بكم مشاهدينا من جديد فقرتنا دلوقتي هيكون معدنا مع الفقرة الرياضية مهمة جدا هنتكلم فيها عن كل اخبار الاهلي والزمالك في موسم الانتقالات الشتوية هنعرف اهم الصفقات وايه تأثرها على مسيرة قدبي القرى المصرية سواء في المنافسات المحلية او الافريقية ده غير طبعا كلامنا عن موقف الاهلي بعد اصابة الشناوي ويقراروا بعدم التعاقد مع اي حارس جديد كل ده اكتر هنتكلم فيه معظفنا اللي بنورنا النقد الرياضي عمر عماد صباح الورد عليك يا عمر صباح الورد عليك يا عمر سعادة بوجودك بعينا النهاردة وكنا عايزين طبعا في البداية نسألك عن رأيك في قرار الاهلي بالاكتفاء السلاسي مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وعدم التعاقد كمان مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة صحيح يمكن ده اخر حاجة حصلت مفروض ان كان القيدة يقفل يوم 31 يناير الاهلي اخر حاجة فعلا اكتفى بالتعاقد مع وسام ابو علي طبعا كلعيب للفريق الاول وطبعا عمر كمال يمكن دول الصفكتين الاهلي اكتفى بيهم في يناير اللي فات طبعا ولكن مفروض ان هو طبعا مع اصابة محمد الشناوي الاهلي كان بيبحث عن اكتر من حارس مرمى للفريق طبعا كان ابرازه من محمد ابو جبل ويمكن الصف كبازت في اللحظات الاخيرة الصف فلان يا عمر زي ما بيقوله ولا محمد الشناوي ولا محمد ابو جبل الشناوي الشناوي اه طبعا مصاب وممكن مش هيرجع قبل ابو علي كمان وسام ابو علي اصيب مبارح في اخر التمرين هو اكمل التمرين بشكل عادي جدا ولكن في اخر التمرين اشتكى انه عنده يعني شد فيه الخلفية وفعلا عمل فحوصات ولسه النهاردة المفروض نتاج الفحوصات هتظهر اصابة اللاعب هيكون مدتها قدية ولكن يعني اللي يبين طبعا ان هي اصابة خفيفة والاهلي لسه عنده اول ماتش هيكون يوم 16 فبراير يمكن لسه 13 يوم على اول ماتش الاهلي هيكون قدام شبابه الازداد في دورة ابطال افريقيا لكن اخر حاجة وصلتلي مبارح ومعلومات وصلتلي من بعض الصحفيين المقربين من الاهلي ان الاهلي بيفكر جدام في التعاقد مع محمد بسام حارس سيراميكا كولوباترا الاهلي بيفوض محمد بسام لان لسه قد تمدل حد يوم 6 فبراير هيقفل ان شاء الله اليوم الثلاثة اللي جاي مفروض الاهلي حاليا بيبحث بس القيد الافريقي تقفل خلاص القيد الافريقي فعلا تقفل والاهلي فعلا هيكمل بين مصطفى شبير ومخلوف وطبعا حمزة علاء اللي ممكن بنسبة كبيرة يمكن مش في حسابات كولور طبعا سيرت بقى المواضية دي التجديد لعلي معلول كمان التجديد لعلي معلول لسه لحد الوقتي لسه لان كمان فيه مفيش معلومة نهائية لا مفيش لسه معلومة نهائية الاهلي يمكن لسه موضوع اللي عرفوا ان الاهلي ما فتحش بموضوع بشكل كبير في الفترة الحالية لكن احنا بنتكلم على الوقت الحالي لا محمد الشناوي مصاب الاهلي بيبحث عن حارس بديل لي محليا في الدوري الافريقي خلاص موضوع تقفل الاهلي هيكمل بمصطفى شبير كحارس أساسي وحمزة علاء ومخلوف طبعا كحراس احتواطيين لمصطفى شبير لكن محليا الاهلي فعلا بيبحث عن حارس انا مش حكدب عليك يا عمر يعني هو الفترة الأخيرة الموضوع الكورة عمل لنا حالة من الأحباط يعني وانت كناقد رياضي انا متأكدة انك عندك نفس الحالة من الأحباط يعني ما كناش فاحسن حالتنا الفترة الأخيرة كلها بالنسبة للمنتخب والنوادي المحلية وفيه قرارات كل شوية كده تستفزك شوية منهم آخر حاجة وهي قصة فيتوريا فانت بقى يعني بشكل سريع كده قولي شفت الموضوع ده ازاي طبعا من اول يوم من اول يوم من رحيل كارلوس كيروش كان غلط اول يوم رحيل كارلوس كيروش عن منتخب مصر كان غلط الراجل ده كان فاهم امكانيات لعبة كويس جدا كان فاهم كل لعب امكانياته كان هو الراجل اللي طلع قال محمد شريف لا يصلح انه هو يكون مهاجم لمنتخب مصر مع كمل الاحترام لامكانية محمد شريف ولكن ده واضح بعد كده لما مارسل كورور تولى تدريب الاهلي اول قرار كان رحيل محمد شريف قال ان محمد مجدي افشا ما ينفعش كلعب دولي في المنتخب احتياطف الاهلي نديرا لما بنشوف محمد مجدي افشا اساسي فقرار رحيل كيروش اصلا كان غلط فانت جبت بعد كده اهاب جلال بعد كده روي فيتوريا اه فيتوريا مدرب على فكرة كويس جدا بس فيه فرق كبير جدا يا سلم بان انا اكون مدرب كويس كأندية وفيه فرق ان انا اكون مدرب كويس كمنتخبات ايه خبرة روي فيتوريا كمدرب لمنتخبات بالذات في المعارك القرية صفر فيتوريا كان مدرب كويس جدا مع اسبارتاك موسكو انا حضرته وشفته قدام في الدور الاوروبي كان معهم نابولي في المجموعة كسب نابولي رايح جاي في المجموعة كان مدرب كويس جدا مع الناصر السعودي نجاحاته طورة بالعين المجردة نجاحاته واضحة جدا ومدرب فعلا في التاكتكس وكل اللي حوالي بيقوله ان فعلا فيتوريا مدرب عنده تاكتكس كويسة جدا مدرب عنده فكرة تدريبي كويس جدا ولكن المجملات اللي حصلت برضو في الفترة الأخيرة بالزد تحديد حيث تقول مجملات مع اللعيبة على أرض هو كماشي كويس جدا مع منتخب آه مجملات بعد كده ابتدت تحصل انت راجل رجعت عبدالله السعيد من الاعتزال الدولي مع المنتخب وعدت تقنعه ان انت لازم ترجع لازم ترجع لازم ترجع وأوما عبدالله السعيد تراجع عن قرار اعتزال الدولي ضمته للقايمة الأولية أول قرار بعد القايمة النهائية استبعاد عبدالله السعيد وهو الرجل من الصغير عشان برضو تعمل فيه ده بداية الخطأ أنا قصدي ان ده بداية الخطأ فاللي بيحصل بعد كده كله غلط فغلط خارج ببطولة أفريقيا هقاتش ولا مكسب دفضيحة دفضيحة عمري ما منتخب مصر حصل فيه كده عمري ما منتخب مصر دخل فيه سبع أهداف ببطولة واحدة من بطولة 96 دي حقيقة ده اللي بيحصل ده كان كارثي اللي حصل في بطولة أفريقيا ما فيش حاجة اسمها ناقش عقد فيتوريا ما فيش حاجة اسمها مفروض إرداءا للشعب المصري آه ما تاخدش برأي الشارع وما تاخدش برأي الجمهور لكن في عاصفة حصلت أول حاجة تحصل فيتوريا يمشي والراجل مفروض يكون عنده ده نحن لساكن عايزين أن نعرفين فيه بكرة اجتماع الاتحاد الكرة بخصوص فيتوريا فهل يعني شايفين فيه جديد وهل هيستمر أم لا بنسبة كبيرة فيتوريا هيمشي يعني النسبة كبيرة فيتوريا هيمشي لأن لسا عندنا هو كان ماشي كويس جدا في تصفات كاس عالم كان ماشي كويس جدا في تصفات أفريقيا كسب منتخب غنيا اللي وصل لدور التماني طب هو شرط الجزائي طبعا مين هيدفعه ده شرط جزائي كبير يعني هو يعني مفروض أنه هيبقى فيه اتفاق بين الطرفين ده هيدفع نسبة وده هيتنزل عن نسبة يعني ده المفروض اللي هيحصل آخر حاجة مفروض أنه يتم دي عن روي فيتوريا ولكن القصة كلها أن الرجل لازم يمشي احنا بقى كده كده اللي بيتدفع واللي بيروح يعني ما بندخلش كصاحة فيه أنا أصد أنه تبقى خسارة يعني الشرط الجزائي برضو ببير يعني طبعا بس في الأول في الآخر اتحاد الكرة هو يعني معلش كل واحد زي ما بنقول كده 600 ألف دولار هم آه طبعا هم هو يدفع ثلاث شهور مفروض أن فيه الشرط الجزائي ثلاث شهور وأن أصلا ما ينفعش يمشي غير لو قصة كاس العالم طبعا أنه هو ما أهلناش لكاس العالم يعني ده الشرط الوحيد أنه هو يمشي بدون طبعا ما التعاد الكرة يدفع مبلغ الأقرب طبعا ليه هو مفروض الأسامي اللي ظهرت في الفترة الأخيرة يمكن كان ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي وفيه بعض بعض الأسمائل محلقة من الرمادي وحشان حسن دي الأسمائل على أول القايمة بديلة لفيتوريا الفترة واسم طرح من تاني وطرحوا طبعا وزير الرياضة اللي تكلم بشكل واضح جدا أنه كان ضد رحيله طبعا كارلوس كيروش لأنه حاليا متاح ولكن معلوماتي برضو أن كارلوس كيروش أقرب لتولي منتخب الجزائر أقرب لتولي منتخب الجزائر طبعا أنت شايف أن كيروش هيبقى صفقة رابحة يعني لنا ولا شايف أنه برضو ده ممكن هو رحيله كان غلط لكن أنت هترجعه تاني فأنت بترجع برضو من جديد هنخش في قصة جديدة خلاص أنت استغنيت عن طريقة اللابة الدفاعية لا خلاص كمل بمدرب هجومي كمل بمدرب جديد لا أنا ضد عودته تاني من منتخب المصر أو من أنا معترف أنه هو لا هو الرجل ده كان فهم كانت اللعبة كويس جدا يعني معلش بلعبة أقل من اللي موجودين في 2023 مثلا في النسخة اللي بتتلعب دلوقتي بلعبة أقل بكتير هو كان واصل لنهائي كاسة الوهمة أفريقية كنا بنلعب بمعلش يعني بمروان حمدي وكنا بنلعب كمهاجم وكان مصطفى محمد كانش واصل للفورما اللي واصل لها حاليا في نانت مثلا فلا يعني الرجل كان بلعب عنده لعبة أقل بكتير بكتير من اللي موجودة حاليا ولا والراجل وصلنا نهائي يعني أنت بتحمله هو كامل المسئولية اللي ما حدث مع المنتخب في الفترة الأخيرة روي فيتوريا طبعا هو هو يتحملها واحده طبعا روي فيتوريا يعني الراجل بصراحة يعني أخطأ وكان الواحده ولا نضم اتحاد الكرة كمان معين لا هو اتحاد الكرة كده كده من 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 آخر عشر سنين تقريبا هو لازم يكون هو داخل في أي يعني أي مشكلة مع المدربين والكصص دي كله يعني فيها عشوقية بصراحة يعني فيها عشوقية كبيرة جدا فيتحاد الكرة يعني لازم يا عمر وقعك في الكلام عن الهوى كده وعمل لك مشاكلة يعني لازم كده فهم أخليك توع في الكلام كده ونعمل مشاكلة المشكلة أن فعلا أنا أنا لديه ناس مقربين جداً في تحاد الكورة بس هما يعني أنا آسف لكن هو فعلا فيه عشوائية كبيرة جداً في تحاد الكورة يعني أنا مش عايز حد يزعل مني بس لا ده يعني أقل وصف يتقل أن فيه عشوائية في الاختيارات فيه عشوائية في حاجات كتير جداً يمكن الملف الوحيد اللي قدير بشكل صحيح ومنتخب الأولمبي بس ولكن ده جميع الفئات السنية عشوائية ومجملات وأبناء عاملين وكسة كبيرة جداً احنا فيه فضائح لو دخلنا في الفئات السنية ده احنا منتخب الأول هو اللي ظاهر بس عشانية السوشال ميديا والناس بتكلم عليه لكن تحت ده فيه كوارث ده فيه بطولة شمال أفريقيا دي شلنا أربعة ولا خمسة من تونس لشباب ده عمره ما حصلت واتغلبنا ولا تعادلنا مع ليبيا في اللحظات الأخيرة فيه كوارث كده بتحصل في المنتخبات الفئات السنية بدون ذكر أسماء ولا هنقول أسماء مدربين ولا هنقول أسماء أبناء عاملين بس فيه كوارث بتحصل من اتحاد الكرة وده على فكرة احنا عمره ما منتخب المصري الأول هينهض بشكل كويس جداً غير لما تيتم بالفئات السنية أحسن أجياله لمنتخب المصري في تاريخه هو جيل 2006-2008-2010 كان إيه أساسه؟ جيل 2003 مع حسن شحاتة هو اللي تلعب اللعيبة دي كلها يمكن 80% من اللعيبة اللي كانت موجودة في الفترة دي كلها تلاقي كلهم أولاد حسن شحاتة وشوق غريب بالفترة بتاعت جيل بداية الألفية لكن غير كده الاهتمام الصح بالفئات السنية تجيب له مدرب كويس جيبش بقى ده لعيب سابق عشان كان بيعرف يرقص فأنا هجيبه ويدرب عشان كان بيعرف يدرب فأنا هجيبه ويدرب لأ التدريب حاجة وكرت وإن أنت لعيب سابق كنت كويس دي حاجة ثانية خالص طيب هل حضرت متوقع أن كم من الانتقالات دي الكبير ده هيكون ليه تأثير على يعني تأثير إيجابي على نادي الزمالك وخلال الفترة اللي جاية؟ يعني هنروح طبعا لملف الزمالك دي حاجة ثانية خالص لا الزمالك طبعا صفقات يعتبر كويسة يعني راضت شوية من جماهيره آه برضو في بعض العشوائية ولكن يشكر طبعا استاذ حسين لبيب طبعا أنه هو فكرة فك القيد فكرة التعاقد مع لعيبة يعني بيجد الدماء الفريق يعني كمان القايمة الأفريقية كانت محتاجة كذا لعيب مهمين جدا للزمالك ولكن أنا عندي برضو مشكلة في حتة العشوائية نقطة العشوائية برضو في الاختيارات يعني أنا أجيب 11 لعيب نص ملعب وأنا مثلا يعني أنا تعاقد مع مدافع لعب أساسي مرتين في الدور الهندي أنا أقول أصلا فيه تعاقد مع عدد كبير من اللعيبة أنت بقى عشان تعمل تناغم بين اللعيبة دي كلها هل الموضوع ده سهل أصلا صعب جدا الصفقات الكثيرة دي ممكن تبات بالفشل زي ما بيقولوا بنا مشكلة إن هي صفقات كثيرة وكلها في مركز واحد نص ملعب بالضبط ما دالي بقولك أنت ما كانش فيه إلا مدافع واحد أنا زي ما بقولك يا سلم كان بلعب في الدور الهندي اللي هو دوري في فريق متوسط جدول هناك المركز السادس في الدور الهندي ملعبش غير ماتشين أساسي وماتشين احتياطي في 24 ماتش يمكن الفريق لعبهم والسنة اللي قبلها كان بلعب في الرايان القطر اللي هو ياسر حمد والسنة دي كان بلعب مع منتخب فلسطين في كهس أسيا ملعبش غير ماتش واحد أساسي وخرج بين الشوتين لسوق مستوى قدام إيران فلهو ده مدافع المفروض أنه جايبه كمدافع أنت عايز تقول برضو أن القصة راحة ناحية مجاملات طب ما يمكن يمكن أن تشايفين في الراجل موهبة وهتتطور في النادي بشكل ما هي قصة راحة ناحية أنه هو لعب فلسطيني فأنا لازم أجيب لعب فلسطيني بقى وبتاعه والسوشال ميديا والكلام ده كله هي قصة راحة نحيك كده لكن هو كان مستوى فني لأ أقلم الزمال المكتير منقلب الأهل يعني؟ لا ما ليه؟ مش عايزك تصحصح معي أنا عايزك تقع عادي عايزك تقع عادي شنناخد المعلومة صح يعني لازم المعلومة الصحيحة بس الحد دلوقتي ما حصلش لتقديم على السوشال ميديا مثلا نزال أهلي ولا حصل مثلا كلام على اللعيم هخلينا نشوف أنا مش هستعجل في الحكم علي بس أنا شفته مع المصري أنا شفته لعيب عادي جدا ورحل ببلاشة مع المصري فده يدل أنه معلش مشتوى أقلي من زمالي اختيار ثلاث لعيبة صابقين من الأهلي شفت الموضوع ده إزاي ثلاث لعيبة صابقين عبدالله السعيد ده صابق بقاله خمس سنين خصوصا كمان رغم طبعا سنه الكبير شايفيني دي كمان صفقة يعني هو عبدالله خبرة يعني عبدالله السعيد طبعا يعني آه لأ يعني هو مش الصفقة اللي اتعامل عليها الدقة على السوشال ميديا وعبدالله السعيد لأنه وفل أول في الآخر معلش اللي بيتكلمه ما تابعوش عبدالله السعيد في الدور المصري عبدالله السعيد بيجري تقريبا بمعدل 5 كيلو كل ماتش بالكتير يعني اللعيب الطبيعي بيجري من حوالي من 8 ل 12 مثلا كيلو في الماتش يمكن أكتر من كده اللعيبة اللي بتبقى أبدانين كويس عبدالله السعيد بيكتيره بيجري 5 كيلو في الملعب فاللي هو لا عبدالله السعيد آه كصفقة كخبرة مع اللعيبة إن أغلب اللعيبة اللي جات شباب نادم يقول دي صفقة جمهور مش صفقة ملعب صفقة جمهور وصفقة بتدي خبرة للعيبة للشباب هي صفقة مهمة يعني المبلغ اللي اتدفع أو إن هو فضل يعني أنت معا مش ضد لا أنا معا مش ضد تماما عبدالله السعيد نويجي على أقل إن هو هدي خبرة للعيبة اللي جاية لأنه لعيب عنده عنده بطلق كتير جدا لعيب عنده خبرة كويسة جدا هدي خبرة للشباب اللي جاية على فكرة زي مالك عمل صفقتين مهمين جدا رغم إن أنا ضد الكم اللي موجود في نص الملعب ولكن محمد شحاته ده مثلا من طلق الجيش لعيب كويس جدا ولعيب منتخب أولمبي وبلعب أساسي ومن أفضل اللعب ويمكن سجل هدفين مع منتخب الأولمبي في آخر مات واللعيب التاني طبعا هو زياد كمال من إنبي يمكن كانت صفقة غريبة برضو عارة سنتين ونص ونسبة بيع وفيها جدل كبير جدا في عقد اللعب ولكن ده برضو لعيب مهم جدا لكن بقى الصفقات بتاعت الزمالي كلها بودلة يمكن أحمد حمدي بقى له فترة ملعبش ناصر ماهر احتياطف زي ما قلنا ياسر حمد ما بلعبش في الدور الهندي صفقات كتير عليها جدل كبير جدا ترافز متيبة هو لعيب كويس جدا واللعيب الأغاندي بمفروض أن هو كويس بس برضو ريسك صفقات كلها فيها ريسك محمد عاطف كان بيلعب درجة تانية عمور يلعب ممتاز اللي هو جناح طنطة في صفقات كتير الزماليك جابها بس كلها فيها ريسك ممكن الحاجة تلاتة الوحيدين اللي احنا نقدر نقول أن هم أضافة كويسة للزمالك هو عبدالله السعيد محمد شحيته زياد كمان هم الثلاثة لعيبة دول لكن الزمالك برضو عنده نقص كتير برضو يا دينا ويا سلم عنده نقص كتير في رأس الحربة انت ما عندكش رأس حربة مخاضرة معلش أنا كامل الاحترام لسفق الجزيرة والعيب كويس جدا بلابقى سلم ما بيبقى رايق والتسعين في المائة سفق الجزيرة في الموسم ما بيبقاش رايق فاحنا محتاجين مهاجم يعني كجمهور الزمالك بيتكلم كده على لسانهم ان هو محتاج مهاجم مخضرم محتاج مدافع تقيل محتاج زهير قيم لا احنا محتاجين احنا محتاجين اخفر فقرة تانية نتكلم فيها على الصفقات بس لأن قصة الصفقات دي تطول ويطول شرحها انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معينا النهاردة الناقضة الرياضي عمر عماد كان منوارنا دينا انا كنت مفتقدة جدا وجودي معي فقش الأجازة اللي كنت فيها دينا والحمد لله على سلامتك يا سلمان الله يسلمك يا رب وشكرا على وجودك معينا النهاردة في الحلقة سيدة مشاهدين دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة استنونا بكرة في حلقة جديدة من صباح الوقت